معرض القاهرة الدولي للكتاب بدأ من كام يوم من غير ما يشارك فيه ناشر مصر اسمه أحمد ضيوف صاحب دار كوتوبيا خيرا مسقفين على فريط الطباعة والنشر ضيوف ما شاركش لسه ناتي معرفش يوصل للمعرض في عنوانه الجديد في التجمع والخامس يعني ولا ما كانش عنده كوتو بيونشرها خالص ولاي بالزبط قالك لا الموضوع أفسد من كده بكتير قوي أحمد ضيوف ما شاركش لأن السلطات السعودية الباسلة أبضت عليه من حوالي أربع شهور في مدينة الرياض ورميته في السجن من غير ما تحقق معها طب ليه جهزت الأمن السعودية أبضت عليه؟ وغطرت دولة البلاحية العظيمة لما عرفت إن فيه مواطن مصري محبوس في السعودية من غير أي تهمة عملت إيه؟ أكيد طبعا هدت الدنيا وبانت مكانها كبري عادي جهر أكتوبر اللي فات وقت مكان معرض الرياضة الدولي للكتاب شغال على ودنه والكتب ريحة جاية والثقافة مغرأة الدنيا خالص لقينا قوات الأمن السعودية داخل المعرض برجلها اليمين وعملت بص وتدور فيه صراحنا أول ما شفنا جدا انبساطنا أول قولنا ما شاء الله الأمن السعودي بذات نفسه ريح المعرض عشان يجيب كتب ويقرأ وتثقف لحاجة حلوة أولا بس رجال الأمن البواسل دول هيلقوا وقت إمتى عشان يقرأ الله يكون فعونهم يعني دول نهار رايحين جايين يقبضوا على معارضين ولي العهد محمد بن سلمان وما عندهمش دقيقة واحدة فضية عشان يهرشوا حتى طب يا ترى الأمن السعودي هيشتري إم المعرض كتاب كيف بدأ المنشار ولا مجلد الوجيه في فضل موسم الترفيه ولا إيه بالزبط بس اتضح بعد كده اننا كنا فاهمين الموضوع غلط خالص خوات الأمن ما كانتش رايحة المعرض عشان تجيب كتب ولا حاجة لحصل ان الأمن بعد ما دخل المعرض أمواخد في وشه على طول وطلع على جناح دار كتوبيا وأول ما وصلها سأل على مؤسس الدار أحمد ضيوف ولما لقاه راح واخده من ايده اقول له معلش بقى ضيوف يعني انت هتيجي معانا مشوار كده عشان عاوزينك في حوار مهم بس ما تقلقش هيا ساعة زمن وهترجع للكتب بتاعتك صاغ سليم وتديها ثقافة زي ما انت عاوز بعد كده قوات الأمن خدوا أحمد ضيوف وطلعوا بيه على الفندق اللي كان قاعد فيه عشان يفتشوا قطه حتة حتة ويجيبوا عليها وطيها وياخدوا تليفوناته واللابتوب بتاعه وبعد ما خلصوا كل ده ركبوا الضيوف البوكس واخدوه على السجن وفتحوله زنزانة جديدة ورموه فيها ويسابوه ميشي من غير ما يحققوا معاه أو حتى حد يقوله هو اطبط عليه ليه الناس في دار كتوبيا لما لقوا ان الوقت عمال يعدي واحمد ما ظهرش وما فيش اي اخبار عنه بدوا يقلقوا وحاولوا يتواصلوا مع قدارة المعرض والسلطات السعودية بس ما عرفوش يوصلوا لحاجة والمسؤولين السعوديين بيقولوا الضيوف مين احنا ما استقبلناش اي ضيوف خالص النهاردة ولا نعرف احمد ضيوف ولا الحاج الضيوف حتى دي اول مرة نسمع لإسم ده ساعتها الاخوة في كتوبيا حاسوا ان فيه عاوى بيحصل وان الموضوع يخص شخص احمد ضيوف مش الدار بدليل ان جناح كتوبيا في المعرض فضي المفتوح عادي جدا حتى بعد الابضع الضيوف لا تقفل ولا تشمع ولا ابن سلمان خد الكتب اللي جوه ولع فيها وفضل يرقص حواليها زي الهنود الحمر طب ضيوف عمل ايه زهعل منه الامن السعودي او كده ده طول عمره مالوش علاقة بالسياسة ولا بيهو من ناحيته ومسمعناش ابدا انه نضم الحركة او طيار او حتى عد جنب صور حزب وهو مروح بيته اصدقاء احمد لما لقوا ان هم مش قادرين يوصلوا لأي معلومة ومش عارفين ياخدوا من السلطات السعودية حق ولا باطل قالوا ما بيدهاش بقى كده ما فيش قدامنا الا اننا نبلغ الدولة المصرية البلاحية العظيمة بكل مؤسساتها ونقول لهم من السلطة السعودية خطفت مواطن مصري من وص المعرض ومن ساعتها ما ظهرش اكيد طبعا جنب معالي الرئيس السيس البطل لما هيعرف كده مش هيسكت وهيقلب الدنيا ومش بعيد يرد على الحركة دي بانه يخطف من سلمان ذات نفسه ويجيبوا مصر في شوية ما هو عملها قبل كده وقسر قائد القسطول السادس الامريكي بجلالة قدره فمش هيغلب في حتة ولي عهد يعني اللي راح ولا جي ودار كتوبيا فعلا بلغت السلطات باللي حصل وعملت اتصالات مع السفارة المصرية في السعودية ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية كان ناقص بس يكلموا وزارة البيئة كمان والشهادة لله حكومة المصرية اللي معرفت بالموضوع ما سكتهتش فعلا طب يا ترى عملت ايه بقى اتصلت دي المسؤولين في السعودية تسألهم لا بصراحة تقريبا كده ما كانش معها رصيد دولي عشان تكلمه طبعت اتجابة السفير السعودي في القاهرة وباستفيته بكلمتين لا برضه بس عادي يعني جايز ما كانتش تعرف عنوانه عشان تبعته يبقى اكيد معالي المشير النبي هول اللي اتدخل بنفسه وكلم أنتيمو بن سلمان وأكبره ان يفرج عن احمد ضيوف لا ما حصلش برضه للأسف لأن ابو منشار قالب على السيسي بقاله فترة وما بيردش عليه وغالبا حتى لو اتنازل ورد السيسي مش هيسأله عن ضيوف أصلا ولا هيجيب سيرته هو هيسأله عن الرز وهيطلب منه قرد أو وديع حاجة في الرنج ده طب همار السلطات المصرية اللي معارفت اللي حصل اتصرفت ازاي كشفت دماغها وقاعدت تدعى للضيوف ان ربنا يفك حبسه يعني ولا ايه اللي حصل ان السلطة البلاحية لما عارفت الموضوع ما جتش ناحية السعودية خالص ولا رفعت عليها سماعة التليفون حتى هي خدت بعضها وراحت لأهل احمد ضيوف في مصر وقالت لهم اكتموا النفس خالص وما تجيبوش سيرة ان ابنكوا تخطف ولا تتكلموا في الاعلام عن الموضوع انه هائي ده المصلحة كنت والله لو عاوزين احمد يرجع يعني سيبونا احنا نتصرف بقى ونعمل اتصالات على مستوى القاعدة والديبلوموسية تاخد مجره وان شاء الله ربنا يقدم ما في الخير وربنا يولي من يصلح طبعا اسر الضيوف اضطرت انها تسمع الكلام وما تنتقش على امل ان الدولة هتنفذ وعدها وهتتدخل وتتصل بالسعودية او حتى تديها مزد وتحل الموضوع بس للأسف الكلام ده وحصلش سلطات المصرية طنش الضيوف خالص ونسيته والاعلام المطبلاتي العظيم بلع لسانه وما جابش سيرة المصري الغلبان اللي اترمى ظلم في سجون ابو منشار حتى اتحاد الناشرين المصريين هو كمان محر ودان وما نشرش حرف عن الكارسة اللي حصلت لواحد من اعضائه وهو بيحضر معرض دولي للكتاب قال لا طب الدولة واعلامها سكتوا عشان ما يزعلوش قال سعود ويتحرموا من رزهم ووديعهم وفهمناها اتحاد الناشرين بقى ضابت نفسه على السايلنت ليه هو كمان ان شاء الله قالك ما هو الدولة كتب خيرها بعد ما راحت كتمت صوت اسر الضيوف تعبت نفسها وطلعت على التحاد الناشرين برضو في نفس اليوم وهددته انه لو عمل فيها عنطر واتكلم عن ضيوف هتحط السيخ المحمي في صرصور كتبه وهتوقف له المطابع السيرة فقاموا اخذها من قصيرها وسكت وقال الطيب احسن مفيش بس اللي مجموعة من الكتاب والناشرين هم اللي بتحركوا بشكل فردي عشان يلحقوا زميلف بالله اعلم الدولة هتعمل معهم ايه انها مش هتودي ولا هجيب وراحوا وكلوا محام سعودي عشان يجيب لهم قرار الحوار ويعرف ابنهم اتمسك ليه وتحبس فين شادر الله المحام السعودي ده طلع عقر فعلا فضل يتطقص ويلف ويدور لحد معرف الزتونة وجاب الموضوع من ديله ويقدر يوصل للجريمة البشعة الفضيع اللحمة الضيوف عملها وتسببت في القبضة عليه وحبسه عمل ايه بقى احمد افاندي كان بيدبر مؤامر لقلب نظام الحكم بتاع قل سعود ولا حط البن سلمان سم في الكابسة ولا بوز السماعات الاستيريو بتاعت حفلات موسم الرياض ولا هب بيه بالزبط لا للأسف لو كان عمل اي حاجة من دي كان ممكن نسامحه عادي بس الموضوع طالع اكبر من كده بكتير بيقول لك يا سيدي ان من حوالي خمس سنين بحالهم احمد ضيوف كان قاعد على تويتر لبيه ولا عليه وبعدين عمل عمل وحشة اوي وارهابية خالص وقام منزل على حسابه تويتا للواشنطن بوست بتتكلم عن تورط محمد بن سلمان في جريمة قتل الصحة في جمال خاشقشي ليه كده يا احمد يا حبيبي تظلم الرجل الشريف قتل القتلة ده هو يعني عشان العالم كله بيقول ان هو اللي ارتكب الجريمة نقوم نردد كلامهم كده بدون وعي لا طبعا ما ينفعش صح كلنا عارفين ان ابن سلمان هو القاتل وفي مليون دليل على كده بس ما يصحش نقول كده في وشه برضه حسن يزعل ونفسيته تتعب يعني وبعد كده لما يجي يقطع جسة حد اعصابه تخونه ويديه ترتعش والمنصر يقع من ايده ويبقى شكله وحش واستصحابه المجرمين لا يا احمد انت غلطان بصراحة تستاهل لإجرارك بس المصيبة بقى ان الضيوف ما اكتفاش بكده ده امناشر تويتا تانية بيدين فيها اعتقال الشيخ سفر الحوالي على ايد السلطات السعودية ما تعرفش بقى مين المخبر ان الحرام عضو هيئة المطازيز الالكترونية بتاعت ولي العهد اللي فضل يدور ورحمة ضيوف ويفتش في اعر حسابه على تويتر لحد ما طلع التويتين دول ونشرهم وقعد يتشنج بقى ويمثل ويقول ازاي واحد مجرم وارهابي ومن الخوارج زي احمد ضيوف نستقبله في بلدنا ونسيبه وينشر في معرضنا وهو بيغلط في الزات المنشرية وبيتهمها بالقتل لا الكلام ده مستكتش عليه انقذ الموقف ابن سلمان يا بطل واقبض على الارهابي ده قبل ما يفخخ الكتب ويفجر السعودية والبلد تضيع طبعا السلطات في السعودية ما كدبتش خبر وطلعت تجري على احمد ضيوف عشان تعكشه وترميه في الحبس الانفرادي من غير ما تحقق معا قبل ما يتقبض على احمد ضيوف بحوالي ثلاث سنين كده تقريبا قوات الامن السعودية العظيمة كان عندها مهمة خطيرة جدا لازم تقوم بيها عشان تحافظ على الاستقرار والامان احسن يروحوا في صربة مية فقامت لما رجلتها وراحوا اقتحموا ندوة كانت منظمها الجالية النوبية في السعودية بمناسبة ذكرى اكتوبر المجيدة وقابضوا على كل النوبيين اللي كانوا فيها متلبسين بالاحتفال بناصر اكتوبر بس بأمانة يعني اخوانا النوبيين ما ترموش في السجن كده وخلاص دولة حقق معاهم تحقيق شفاف على الاخر وتسألوا شوية اسئلة عينب مجابتهاش ولادة زي مثلا انتو ايه رأيكم في تهجير اهل النوبة من اراضيهم بعدبونا السد العالية ويطرق بتحبوا العجوة اللي بتحكم البلد ولا تقيلة على معدتكم وازاي تحطوا صورة المشير تنطاوي على بانر الحفلة وما تحطوش صورة جلالة الرئيس السيسي معلش يعني ما هو مش عشان تنطاوي نوبي وشارك في الحرب تقوموا تنشو طبيب الفلاسفة خصوصا ان كل المؤرخين بيأكدوا ان السيسي هو اللي حطم خط برليف لوحده وكان قاعد وهو صغير فوق النخلة وعمال يحد في بالح الصهينا لحد ما قتلهم كلهم وبعد ما خلص التحقيق الشفتيش ده النيابة السعودية امرت بحبس مجموعة من النوبيين وقدمتهم للمحاكمة بتهمة الول حاجة وكلهم خدوا احكام بالحبس وصلت لطمنتاشر سنة طبعا مش محتاجين نقول ان من اول ما اتقوض على النوبيين لحد ما اتحكموا اهالي المعتقلين رجلهم حفيت وداخل سبع دخات على السفارة المصرية ووزارة الخارجية ووزارة الهجرة عشان بس يقدروا يشوفوا قريبهم المعتقلين او يوقفوا التعذيب اللي بيشوفوا في السجون او حتى يجبوا لهم محام يدافع عنهم ويضمن حقهم وكالعادة الدولة عملت ودن من طين وودن من عجين وما تحركتش خطوة عشان تنقذ المعتقلين او توفر لهم اي حق من حقهم بس في نفس الوقت ما نقدرش ننكر ان وزارة الهجرة المصرية بقيادة الست الملقاتل نبيلا مكرم اتمطعت كده وطلعت بيان رسمي مهم جدا طلبت فيه من المصريين المقيمين في السعودية انهم يطاطوا ويلتزموا بالقانون السعودي ويتسجنوا ويتعذبوا وهم مساكتين عشان ما يعملوش مشاكل دبلوماسية بين مصر والسعودية ويقرفونا معاهم بقى وبعدها فيه دكتور مصري عايش في السعودية اتقبض عليه هو واخته وجوزها وتراموا في المعتقل من غير تحقيق ولا عرض على النيابة والسلطات السعودية ما اعلنتش عن وجودهم في سجونها الا بعد ثلاث شهور بحله ساعتها قالوا ايه ده مين دول احنا كنا بننضف السجون بالصدفة لقىنا فيه ثلاث مصريين محبوسين عندنا وبتعذبهم بس مش عارفين بقى ايه اللي جابهم هنا بصراحة جايز ما كانوش لقين حتة يباتوا فيها فجوم فتحوا زنزانة وقعدوا جواها من غير ما نعرف كسرين فيزا جوا السجن وبعد فترة كده من اللوع والتحوير اتقل ان التلاتة دول اتقبض عليهم لان التحريات اثبتت انهم بيتكلموا مع بعض في السياسة ودي حاجة ابيحة جدا يعني وما صحش ان حد يتكلم فيها وبرضو السلطات المصرية ما عبرتش التلاتة دول ولا طلبت بالافراج عنهم حد كلنا عارفين كويس ان جناب معالي سمو الرئيس النبي البطل عفتاح السيسي ما يقدرش يفتح بقه مع سياده في الخليج سواء عيال زايد او ابو منشار وماهم ما عملوا بيبلع لهم الزلط وهو ساكت وبصص في الارض وضمم رجلها على بعض زي البت المستحية يقبضوا على مصريين ويحبسوهم من غير تهمة ويعزبوهم كمان يهينوه هو شخصيا ويهزقوه ويقلوا منه كل ده بيعدي معاه عادي جدا وما بيهزش جريدة في نخلطه لان الكرامة والشعب مش مهمين يتعوضوا ماهم ان حكام الخليج يرضوا عنه وينبسطوا منه ويفضلوا يشحتوا ويصرفوا عليه ومايفكوش ودايعهم اللي رميينها في البنك المركز المصري غالبا السيسي ده لو في ايده يقول لبن سلمان اقبض على كل الشعب المصري ويحبسو عندك لو عاوز واديني بداله قرض ولا مانحة قابني بيهم كبري هيعمل كده عادي جدا من غير اي تردد المواطن المصري احمد ضيوف مرمي في معتقلات بن سلمان دلوقتي من غير اي تهمة وحتى تحقيق وفي مصريين غيره كتير محبوسين زيه برضو من غير ماعملوا اي حاجة دولة المصرية الشريفة قوي بقى شايفة كل ده بيحصل قصادها ومطنشة عادي جدا والزعيم البطل المغوار موحد النخلتين سيب المصريين يتهانوا ويتعذبوا ويتظلموا ومبيفتحشوا بقوا عادي عما عندنا منهم كتير وده الطبيعي يعني اذا كان هو نفسه بيتهان وكرمته بتتبعتر على الارض كل يوم من حبيبه في الخليج وما بينطقش فاكيد مش هيزعل يعني على شوية مواطنين مصريين ما لهمش لازم عنده ولا ليهم حقوق جوا بلدهم اساسا يعني ونشوفكم على خير ان شاء الله